اشتركوا في القناة من عبد الرحمن السعدي وهو احد ابرز علماء اهل السنة والجماعة في العراق ومن كبار فقهائها ولد في مدينة هيت بمحافظة الانبار العراقية عام 1937 تخرج من كلية الامام الاعظم للدراسات الاسلامية في بغداد عام 1970 وهو فقيه ومدرس واستاذ وطبعا عينا في عدد من الجامعات محاضرا ومستشارا وعضوا في عدد من الجمعيات وله اعمال وانشطة عديدة عن المؤلفات والابحاث اهلا بك شيخنا العزيز ضيفا عزيزا على واجه الحقيقة اهلا بك دعنا نبدأ بالعراق بالامس والعراق اليوم كيف هي المقارنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله وإياكم وأهلس وسهلا بكم وأشكر لكم اهتمامكم لغامل العراق وبخاصة أهل السنة والجماعة الحقيقة قبل الاحتلال منذ عام 1990 تغير وجهه العراق بالنسبة في نظرنا لأنه كان حزب البعث كان حزبا علمانيا نعم وصدام وعمال ما اتجه بعد الواحد تسعين اتجه اتجاه دينيا حتى أعانى لنا المدارس الدينية إلى المساجد نعم وأخذ ينشئ المساجد في كل المحافظة المسجد بشكل ضخم نعم وأخذ يتقرب إلى الدين من خلال استفتاءات وتقرب العلماء نعم من كل الطائفتين نعم قربهم نعم وطبعا هذا أمر لا يتعرق لإيران ولا يتعرق لإسرائيل ولا أملك وصار ما صار وصار التغيير عن طريق الاحتيال تماما وجاء هؤلاء هؤلاء جاءوا بنفس الطائفي ولكن كانوا في البداية يتكلمون والطائفية أو يعملون بشكل فيه حياء ودائما بحذر نعم ولكن نفسه بالوقت الحاضر لا أصبحت تتبجح إيران بشكل العلم نعم آه هذه كل طائفية نعم عذر بالبلاغ اللفظ يحتمل الكل ويحتمل صدق أما الواقع صدق فقط نعم يعني هاي الغرفة غرفة نعم هم نعم لم يقولوا سنة ولا شيعة بل إنما قاموا بأعمال طائفية على أرض الواقع وكل ما يجري من قتل وسفك ونهب وده هو أعمال طائفية نعم وقد يكون تجاوز الأمر إلى غير مناطق السنة لكن مناطق السنة هي في المقدمة هذا المخطط أنا معصره من 1979 أنا كنت معتقلا وقتها ظن صدام ظن أني صاحب حزب أو كذا تقني بعدها تبين أنه لا علاقة تديم لا بالأحزاب دينية ولا سياسية ندمة وأتذر أنا بالسنزالة مطلع جريدة وصل لأمي شباط وصل القميلي إلى طهران وصرح أن من وصل الثورة هذه لابد أن تشمل كل المنطقة إلى مصر إلى السودان وفي لغتي عن الثورة وليس لأثور أبضل مطلعين بل إنما تصدير الفكر الصفوي لهذا المنطقة يعني لازم المنطقة تخضع لمذهب واحد وهذا نقول المذهب الذي يفرق هذا مذهب لا يعتد به المذهب كلهم على حد سواء والإنسان هو حر في اختيار المذهب وأي مبدأ أو عقيدة أو مذهب يأتي على الناس بالضغط أو بالنار والحديد دلالة على فشله وإلا المذهب هو الإنسان المسلم هو يطلع على المذهب ويختلقه صحيح فمسألة المذهب المذهب فيما بينهم هم كلهم بعضهم يحترم بعضهم سواء كان المعاصرين أم تنوق تمام وأبو حنيفة له تلقي على جعفر الصادق وكلهم بعضهم يحترم البعض لكن يبدو النزعة الطائفية أو الصفوية تتظلب أنه انتشر مذهب والمذهب والمذهب الأخرى تترك وأطلقوا على المذهب السنة إذن الطائفية الآن تجري بالعراق بشكل فعلي أما إذا ما ندخل سنة مناطق السنة قد يكون هذه كلمة عابرة وإن كنت أنا لا أحبذ ولا أرغب أن نقول سنة وشيعة نصارى صابية كذا لا عراق لأنه كلمة عراق تجمع الكل وكان الشيعي جوار السنة وكان المصاهر هذا قبل أن تتغلغ للطائفية قبل احتلال نعم لكن بعد الاحتلال ركزوا على هذه الناحية تماما وظهرت هذه النزعة الطائفية التي دمرت البلاد والعباد تمام مع الباون الشاسع الأمور مشت بالسلام وين كان عشر سنوات عاش الشعب العراقي في إصار لكن المهم كان استقرار وكان أمن وكانت إدارة وكانت دولة أما الآن دولة في بطن دولة يعني قد يكون رئيس وزراء يمكنه أن يسيطر على جهة من جلس سيطرة أجهة أخرى فلذلك لا ينبغي أن نقارن بين ورعين الكل كانوا يتنعمون بالهدوء والاستقرار والأمن اللعم صارت شوية ضائقة يعني عندما نقول الكل كل العراقيين تقصد سنة وشيعة مسيحيون أنا أذكر جاء كتاب من بيروت مسائل حارب يا أهل السنة ورسلي يا صدام وعملت الرد عليه نعم وبينت هذا كله خطأ ولا أصل له مرض ينشر طائفية حتى الإفتاء مرض عين مفتي قال ما نصير مثل لبنان مفتي لشيعة مثل السنة كذا مشايخ كلهم يفتي من موقعه ورابطة العالم العلماء المسلمين نعم تتبنى الفتوى تماما يعني حتى تعين فتوى وفتي مع الرواي أي نفتي نعم لأنه لا يريد أن يطل وفتي سني وفتي شيعي نعم هذا الموضوع كيف من الممكن أن يستغل بما يخص وضع أهل السنة في العراق يعني أنت حدثت عن وضع صعب جدا يعاني أهل السنة في العراق هذا الأمر ممكن يعالج من حيثه أهم ناحية الروحية لأنه إن تأصر الله ينصركم نعم هذا نسقر آني فالمفروض أهل السنة عليهم أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا معصيته نعم وجميع ما هو منكر أن يشتنبوه وأن يحب بعضهم البعض سواء على كان مستوى العلماء أم السياسيون أم غيرهم عليهم أن يتحدوا في قلوبهم وقال بهم نعم وأن لا يتعالى البعض على البعض وهذا نصيحتي ليست للسنة بل إن هناك من هو أيضا مقتهد بالنشيعة نعم لكن نقول العراقيون بصورة عامة عليهم أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يلتجوا إليه في السراء والضراء لأنه لا يفرج الهم إلا الله وقد يكون ما يجرع العراق نتيجة مخالفتنا للشريعة الإسلامية وخروجنا عن طريق الله سبحانه وتعالى والمفروض كانت الأمم تهلك بدنب واحد نعم فكيف الآن ارتكبت الذنوب والشارع العراقي أصبح ليس إسلاميا والدوائر الدولة ليست إسلامية وأضيف إليها النزع الطائفية نعم فلازم الكل لا يتكلمون بالمذبية ولا بالقومية وبالنفعوية ولا يتكلمون بطائفية عند ذلك نممكن يرجع العراق نوعا ما نعم أما الآن الجماعة الآن ينفذون مخطط الخميدي هذا أمر صعب نعم يعني تغلغوا الإيران في مفاصل الدولة العراقية هل كان له الأثر السلبي الوحيد على الحال في العراق؟ أصلا الآن لا توجد حكومة عراقية كلها توجه من إيران من إيران نعم وأصبع الآن يفتخرون الحكام في إيران يفتخرون بما يجري في العراق ويريدون أن يطهروا المنطقة كلها من أطفال السنة ومن نساء السنة ومن كلها يطهرون يعني هل هذه العبادة الجماعية التي حدثت في الرمادي وفي الفلوجة وفي تكريت وكذا هذه كلها تنفيذ المخطط المخطط الإيراني نعم المخطط الإيراني تماما هذا إذا يجي من إيران مستشار لكن إذا مجال بالدولة أخرى لا هذا محتل يعني المعروف بأن هناك قادة إيرانيون عسكريون تحديدا يصولون ويجولون في العراق وهم من ينفذون العكس هازيج ويرقصون الرشاشات وتأوى تحدهم الفلوجة مدخلا بها الحشد حفاظا على الحشد حتى يقتل مطقبة داعش ولكن بس طلع داعش وطلع الجيش دخل الحشد نعم فعبث وفسد وأفسد في هدم المساجد حرق المصاحب يعني إذا الحشد دخل المدن كما تقول عندما خرج داعش نعم دخل على ماذا من يقاتل الآن لا يقاتل إنما دخل عنده رسالة يدها وهي تهديم البساجد أعلن إدان طائفي صلم صلاة طائفية وتحدي للمنطقة لأن لا شك أن الفلوجة ثقل البساجد فيها وخرجت من العلماء ما لا علموا إلا الله ولذلك بالرمادي انتقموا من الجامع الكبير نزلوا كله هدموه هدموه هذا حوزة سنية فلذلك انتقموا منه نزلوا نعم يعني عندما بدأنا بالمقارنة يعني قلت بأنه قبل الاحتلال كان العراقي السني والعراقي الشيعي يعني لا يوجد أي طائفية حتى الوزارة وزارة الأوقاف تمام لكن لماذا اليوم تحديداً ميليشيات الحشد الشعبي نعم هي عراقية يعني من يقاتل فيها هم عراقيون نعم لكن يعني اليوم أصبح الموضوع مختلف تماما العراقي هو من يقاتل العراقي يعليت هذا الحشد حينما يدخل يقوم بإصلاح ما فسد من جرال لكن يأتي يهدم يسرق البيوت يقضع حتى اتصل به شخص قال أنا دخلت للفلوجة لأجل أن أرى داري ماذا جرى عليه نعم فسألوني الحشد ماذا تعمل قال والله أريد أذهب على داري أشوفه ما شمعوا قالوا أين دارك هذا فقالوا تعالوا حرقوا أمام حرقوا أمام حتى ينظر بنفسه نعم يعني هذا العمل المفروض إذا كان الحشد هو حشد راقي المفروض يأتي ويصدح ما أفسد ما قابله تمام طيب يعني لذلك لماذا أسلم المحاذر قاد يحذرون من الدخل الموصل يظنوا أنه سيجري في الموصل كما جرى في جرف الصخر وكما جرى في تكريت وما جرى في الرمادي وما جرى في اللوجة يخافون من هذا الحشد الشعبي كما تعلم يعني هو لم يتشكل سوى من سنوات قليلة يعني الحكومة العراقية كانت قد تبنت الحشد الشعبي وزودته بالمال والأسلحة وما إلى ذلك إذن هي الآن تتبنى فكر الحشد الشعبي هل لا استطيعنا نقول اليوم أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن ما يحدث من تصرفات من الحشد الشعبي تعديدا إيران أولا لأنهم يردوا يسير مثل جيش القدس شون جيش القدس هذا يدو يعني جيش طائفي نعم قد يكون بالجيش العراقي يكون مخلوط وإن كان نسبة السنة قليلة لكنه هذا الجيش خالص بس لا الشيء طائفي نعم طائفي ومع ذلك نحن نقول ادخلوا ومفروض ما خربه الأشرار هم عليهم أن يعيدوا النظر في إصلاحه نعم أما يجي يحرق البيت يهدف المسجد سقط المأذنة شعارات طائفية هذا ما يجب تمام بدأ العلم بلا شك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وكالات الأنباء العالمية انتشرت الصور التي تظهر الدبابات والسيارات التي تحمل أعلاما تحمل شعارات طائفية السؤال عندما يقال بأن هذه الميليشيات حررت المدينة الفلانية أو القضاء الفلاني وقتلت العدد الفلاني من داعش لكن لا نشاهد لا جثث للتنظيم ولا نشاهد أي صور لأنهم قتلوا التنظيم يعني هل الحكومة العراقية أيضا تكذب على الشعب عداء عن كل الممارسات التي تنتهك وهل هذا الأمر يجري الآن في العراق إلا نتيجة كذب كذب يعني الإيرانيين يدخلون يقاتلون وعلى أعتبار هم مستشارون أنه يجب العدود ويوجه ما يدخل ويحمل الرشاشة والسلاح ويبقص بالرشاشة ويفتخر أنه دمر وأحرار وكذا فلذلك يعني يا أخي نحن نتمنى أن يعاد النظر في القضية ولكن ما دام المخطط ما الخميني يجب أن ينفذ لا يمكن أن يسمع لأي موعظة وأي نصيحة لا يسمع حتى داعش من يجابهم من ولك جابهم من ولك حوران دخلهم وسلمه لكن لكون هو منفذ لما يريده علي خاماني نحن يمس بشيء من كلهم يعرفون من الذي أدخل داعش إلى العرب تمام يعني الآن الخلافات الحاصلة بين الحكومة العراقية بداخلها البعض يتهم الآخر لكن في النهاية الموضوع هو الانتهاك لأهل السنة والجماعة في العراق نرى ما يحدث اليوم في معركة الموصل التي تتحدث بأنها هي المعركة يعني الأقوى والأعدف منذ وجود التنظيم في العراق قد يكون يا أخي طبعا هي أصعب معركة يرحة ستكون يعني الموصل ثقيلة ومساحة كبيرة يعني زكانها يعني أكثر من مليونين مواطن غاوض من الصعوبة لأنه قد يكون أي حرب أجربية بيضر على السكان ولكن المفروض أنه الطائفية ترفض وتمنع بقانون ممنوع التحدث بها وكنا سابقا لا يمكن أن تلافظ كلمة شيعة ولا سنة ولا كردي ولا عربي قبل الاحتلال قبل الاحتلال لأنه ممنوع يعني أخذت لك كتاب رفض طبعا طبعا لأنه رد بي وإن كان الكتاب ذاك ضد السنة لكنه عندما عملنا عليه رد قال لا هذا نزعة الطائفية تركوها نعم طيب النزعة الطائفية اليوم يعني والتي فعلا تغلغلت في العراق إلى درجة كبيرة أبناء السنة في العراق كيف تقيم وضحهم اليوم أسوأ وقت مرر في العراق من ناحية الطائفية هذا الوقت هذه المرحلة أبناء هذه المرحلة هي أضاء وإبادة إبادة الإيد السنة بأسرهم بعلمائهم بمفكرهم ولذلك الآن الفكر الفكر والثقافي والثكر العلمي أكثر من قتل الله ومهجر خارج كيف نتأمن أنه ننشج متعلم وتقافي والعراق هو أصل الألم نعم يعني نشر المدارس مدرسة الكوفة والنظامية والبصرة هي صدرت العلماء ومنها علماء اللغة وفقاء المذاهب بس سيدنا مالك في المدينة نعم وكلهم في بغداد نعنش وخرجت من العلماء على شتى العلوم هذه ما دام الفكر العلمي أصبح مهجرا أو قتل كيف رح ينش الجيل نعم فجالنا ستنش ما بين سيتلقى الطائفية وما بين سيحق على الطائفية وكلاهما هذه غير مرضية تماما يعني مستقبل العراق أصبح أصعب اليوم بعد كل الطائفية ما دام هذه الدسعة موجودة وهناك من ينفذها على مستوى السلطة فالعراق من سيء إلى أسود نعم طيب يعني إذا أردنا نعود مرة أخرى إلى ميليشيات الحجد الشعبي تحديدا التي أيضا خرجت الولايات المتحدة تقول بأن الميليشيات لديها تجاوزات وقتل وصور وفيديوهات انتشرت عبر كل وسائل الإعلام لكن مرة أخرى ومرارا وتكرارا تعود الحكومة العراقية وتقول لا يوجد أي تجاوز ما تقوم به الميليشيات هو قتل لعناصر التنظيم الإرهابي يعني إلى متى سيستمر هذا القتل والإبادة لأهل السنة في العراق على مرأة ومسمع من الحكومة العراقية هو ليقوم بالجريمة يعترف بها إذا واحد عمل جريمة يحاول يكتب ويبرر نفسه نعم خلاص لا إذن ما دام هم يبررون الأخطاء لتجري بالعراق ولتجاوزات تجري على الناس إذن لا بد أنه قبل الانكر والتكليل وإن كان الواقع خلاف هذا طبعا أي واحد إذا واحد سرق راح يخذ مسرق وإذا قيل عنه سارق يقول كذب هو صحيح نعم وهذا ما يجري الآن من نهب وسلم الأموال الدولة من الذي يقول هذا سارق يقول هذا سارق يصير بصيره إلى الإبعاد والانتقام منه نعم يعني إيران تحديدا التي كما قل قبل قليل بأنها كانت السبب الرئيس في موضوع الطائفية في العراق وكانت بحياء الآن كشبت أنقص أنجبت بالفعل وأصبحت تتبجح حمين حكام يتبجح مالكي الشرطي الإيران في العراق قادمون يا حلب قادمون يا رطة قادمون يا يمن قادمون إسرائيل بها قادمون داعش يطلعون قادمون شين قادمون داعش قليل باليمن لكنه قادمون مفروع حوثيين كيف جمعتهم ما يقولون قادمون عليهم واضحة الطائفية أصبحت واضحة لا يمكن أن تختفي أو تخفى على أي مبسع راق أي عربي أو أي إنسان واضحة أصبحت الطائفية الشعرات التي ترفح حيران الشعرات والصور كلها الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وما إلى ذلك وأسماء الفيالق لديها كفيلق القدس الذي لم يطلق أصاصة واحدة على اليهود في القدس كل هذه الشعرات أين توجه اليوم؟ إيران سياستها من كانت الشيطان الأكبر إلى عنصار أمريكا الصديق الحميد كل الطائفين متعاونون للقضاء على السنة لأنه دين بشكل صحيح ميرض أمريكا أتر هاي يقول لك نخلي الدين قبر ضرب نياح هذا المودي يعني هو بالنهاية هو مشهد تمثيلي نستطيع نقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل هي شعرات تمثيلية راحة حتى الشعر ما نسبع منهم نعم أنه الشيطان الأكبر والموت ما نسبع لهم تمام طيب هذا بما يخص بعض الأمور الطائفية التي تحصل في العراق إذا ردنا نتحدث عن ما يحدث حاليا وهي معركة الموصل التي كما قلت الموصل تعتبر مدينة كبيرة ومحافظة كبيرة تحتوي على مليوني مواطن عراقي اليوم معركة الموصل إذا فعلا كانت الحكومة العراقية من قوات الجيش وميليشيات الحجد ما زالت تستمر فيما يحدث في الموصل من الانتهاكات ولا يوجد تنظيم داعش وهي طبعا حجة كانت بأن التنظيم موجود إذا فعلا تم إبادة أهل السنة في الموصل كيف ستكون النتيجة بالنسبة القوات الآن الموجودة أو سلطة من الصعوبة يقولون أنه نريد أن نقضيها أو أن نبيض السنة ولكن خلم هاي شيء معا نحن نريد أن نقضي على داعش وداعش من الغلغل بالمدينة إذن القصف قد يموت واحد بسبوع أو يموت نعم أستقل لك هذا يموتون مئة مدر عن مدار صحته عشرة ومئة وكذا ولكن إذا قياسناها مع العطفان والنساء والعجزة والأبرياء نجد أنه نسبة رسيطة داعش إذن داعش ذريعة لقتل السلم نعم إذن وجود داعش ذريعة لقتل السلم أبداً إذا كان عندك حرامي بالبيت تقتل البيت لماذا هو عدم حرامي تقدر تأخذ الحرام وتقتل لكن أنت تجد تأخذ من الدار هذا كله فتقتلهم على أبو الأنام إن شاء الحرامي صحيح والذلك يا أخي هذه ذريعة لقتل السنة أبداً نعم ولذلك هو نفس الحشد كما قلنا كان مفروض يأتي بوجه أبيض ويطلع بوجه أبيض حينما هل يدخلون ويحترمون أهل الموصل ودورهم ومعابدهم وضيحتهم هل يحترمون ها إذن هذه وسيلة من الوسائل التي ينبغي أن يقضوا على السنة بواسطتها نعم يعني هل العراق اليوم يحتاج فقط إلى أن تنتهي الطائفية ولهناك أمور أخرى يجب النظر إليها أولاً الطائفية لازم تمنع بطانون ممنوع الطائفية كيف ستمنع وإذا كانت إيران هي أعمال طائفية ما تهزد من البلد ثانياً يطهر البلد من كل وسيء ومن كل سارق ولكن إذا كان كلها تنهم حتى وصل العراق إلى الأمواصل من الناحية الاقتصادية لأنه كل واحد بقدر ما يستطيع إيها صحيح وبعضهم يتهمل بعض ومن هو أنا سرقت الأموال كل واحد يطلع وينهدد بالسراق الذي سرقه الأموال وإذا كل إذا من هو سارق كان من خارج وسراط لو إحنا لناس المداخل العملية السياسية إحنا السراط نعم يعني هل الموضوع تحديداً يعني أنت تقول هناك سرقة في العراق وحال اقتصادية صعبة في العراق هل الموضوع إذا انتهت الطائفية ينتهي كل شيء خاصة أن من يتصدر الطائفية هي إيران يعني يجب أن توقف إيران في البداية حتى لا يكون فيه هناك طائفية في العراق أخي أولاً لازم نعطي كل جهر حقها حتى من حيث التوازن السكاني واضح أن التوازن السكاني في خلل الآن انت سمع 15 نائب للأنبار وكربلا 15 ومعقولاً المفروض الآن يجري تعداد سكاني لا يعتمد على الداخل لازم إما هيئة أو مهية أو جارة الدول العربية من من يحمل النزاهة وإلا هم من باتهم وليس نزيه فينجب التعداد مضبوط ما بيغش ونعرف نسبة العراق النسب نعرف ومع ذلك لازم يقوم بالعراق لا على أساس شيعي وسلي وبصادي تقصد بالنسب لازم الغجل المناسب في المكان المناسب على الكفاءة تجري الدار الدول ولازم يصير تكافؤ في القوات المسلحة لازم تكافؤ ومع ذلك جانب أكثر من جانب الجيش العراق كان مخلوق أبدا ما تبيز المسيح للمسلم من كل ما اشترك به الشيعي والسدي والمسيحي والصابي والميدي كلهم على حد سوى فالمفروض يجيز الزكاء ثم تجري انتخابات نزيه ولا يقبل ترشيح أي عضو الانتخابات أي عضو إلا أن يكون يظن فيه الكفاءة نعم أما يجي حتى يأخذ أموال أو يأجل منصب في الدولة لا هذا إذا رأت الصرح الشكل ممكن العراق يستعيد حياته ويستعيد اقتصاده نعم ويستعيد نشاطه بين الدول المجاورة وكل من يمارس السياسة اليوم في العراق كلهم السياسة قبل زبر صدام أعطم حزب الكورتساني ديمقراطي الكورتسان وأعطم القوميين وأعطم حزب الشوعي بس صارت عليها لكتة لصاحبي حزب البعث العربي الاشتراكي يعني كأنه ما فوق لذا وإحنا لصاحبي حزب الدول لا يضرع لأنه أي واحد ما يبشي به هذا البسار وصيره الابعاد والتهنش نعم طيب يعني ذكرت قبل قليل جامعة الدول العربية والدول العربية بشكل كامل يعني ألا يجب أن يكون هناك فعلا وقفة حقيقية لانهاء الطائفية في العراق التي قتلت الكثير من الأبرياء الدول العربية هي التفكك الحاصل والتناحر هو الذي أثر لأنه ما دام الأمة تفككت وتعدت عن شرع الله سبحانه وتعالى هذا المصف وإلا المفروض أن يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى في كل قضاياهم لأنه كانت حاكمه الشرع الشرع الإسلامي لجمع الدول العربية والإسلامية على صعيد واحد عند ذلك ستكون قوة لا يمكن أن يتجاوز أي واحد بالعالم لكن لو فرق تسد هذا الشعر والغرب فرق تسد فذلك أنا من قد الجامعة العربية إذا هناك من هو نزيه وإلا الآن الدولار يلعب دوره يعني خرب النفوس الدولار خرب النفوس أبداً وأصبح الآن يخرج واحد عن أهله وعن أقاربه وعن بلده ولربما يصبح عبءاً عليهم أو ربما يصير عدو لهم من شان الدولار من شان الدولار من شان الدولار لعب النصر تمام البعض يقول يعني بأن ما فعلته الطائفية في العراق أفضع مما فعله داعش في العراق هل تتفق بحذا؟ والله يا أخي كل واحد تظهر بالنو مخالفات ضد المواطنين هو هذا لا فرق إحنا من نسبة بأي اسم بأي اسم هذا لا يهموا أنه لا اسمه إحنا من نريد من يقدم خيراً للناس وأن يبعد عنهم السوء والشر طبعاً قد يكون هذا صار ذريعة حتى في سبيل القضاء على وإلا منظمات إرهابية حصلت قال لا أنت إرهابية نعم نقول كل من يعتدي على أموال الناس على عراضهم كل من يقوم بالناس هذا إرهابي رب شون وإن كان كلمة إرهاب أبعدها عن الموضوع لأنه الله ملح وترهبون بي عدو الله على لكم لكنها تخريب نعم تخريب مو إرهاب صحيح فإذا أنا أداني هذا قل هذا إرهابي إذا كان يؤذي غير لا هذا ما يخالف ليس إرهابي وهذا القانون العفو خلم بمادة ما تشبل إرهاب نعم والآن أصبح السنة كل سنة هو إرهاب سواء اختبر شيء أو لم يرتب كم واحد قتل وحكم بالإعدام ولا علاقة لو لا بإرهاب ولا بداعش ولا بغيرها إذن معناها أصبح الآن حتى في سبيل ما يشمل من هو ما يرضى بالطائفية ما يرضى بالاعتداء على فئة فئة أو قومية قومية هذا إرهاب يبقى حكمه الإعدام يبقى في عفو ويبقى في السجن بدون أن يسر له عفو ما دام تفسر كربة إرهاب تساوي سنة وأربع إرهاب كانتها تطبق عليهم خلاص في هذه الحالة لا يمكن أنه نقدر أن العراق يستقر إلا أن يعاد النظر في الموضوع وتغيير جدري بالموضوع والحكم يكون لأناس يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يريد أن يؤذي أي حشرها في العراق فضلا من أطفال والنساء والعزل والشيوك والأجزة نعم شو نذنبهم هؤلاء بالخير الشتاء والحر والصيف شو نذنبهم ومع ذلك إذا داعش جاء قال نحن نذر على أن الطائفية جرت جينا نقلع الطائفية إذن كلها متعاونة على السنة والجماعة نعم كلها تماما طيب يعني نقول الضغط هو ولا داعش الضغط سوى هم ذريعات حتى ندافع على السنة وإذا الكل تعاون على السنة تماما يعني في بدايات بعض المعارك في العراق كانت عشاء كانت عشاء السنة تحديدا في الأنبار تطالب الحكومة العراقية بأن يتم تسليحها وتزويدها بالمال حتى تقاتل التنظيم لكن الحكومة رفضت ذلك ولم تسلح إلا ميليشية الحجد الشعبي وقالت هي من سترافق الجيش العراقي لتطهير هذه البدن لماذا برأيك لأنه تسليح هذا الجانب سلاع ذو حدين يعني قد يكون هو للقضاء على المخرجين على العرابيين لكن هم الحكومة تخشى أنه سيكون سلاع سينقلب عليها ويجذلك ونسلع يعني البعض يقول بأن تحديدا من أهل الشيعة في العراق يقول بأن عندما انتهى الحكم صدام حسين أصبحت الأوضاع أفضل في العراق خاصة أن صدام كان يضيق الخناق كثيرا على أهل الشيعة لكن ما يحدث اليوم من انعدام الأمن والأمان في العراق السيارات المفخخة التفجيرات التي تحصل في الأسواق وفي المساجد خير دليل على أن الحكم قبل 2003 أو الحال قبل 2003 كان لا يقارن بالحال اليوم يا أخي هذا لماذا نتكلم بكلام وهذا الواقع يشهد واقع العراق الآن يشهد من يعرف قبل المفخخة من يعرف الألغام التي تفجر عن الناس من يعرف المفخخة حيث هذا لم يكن لوجود ولا نعرف عنه شيء إنما حدثت بعد الاحتلال وكلها تركز على الغضاء على هذا الكل كانت لديك فتاوى تخرج بين الحين والآخر تتحدث عن بعض التجاوزات التي تحدث في بعض البعارك وتحديدا عن حجة داعش في بعض المدن وبعض هل كانت هذه الفتاوى تخرج بسبب ما كان يشاهد الشيخ من تجاوزات وانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء ونحن المفروض الفتوى لا تكون خاصة بجهة كل من يقوم بتخريم ضد العراقين من أي طواف من أي طواف هذا الطائف لازم هذا نحطه في قائمة الأرهام بدون تشقيص أسباب لأنه إذا رح نظرنا بالواقع قبل وجه الداعش هناك ميليشيات إرهابية كانت تقتل وتسبك وتدمر لماذا هذه منصبية إرهاب الكل من يعتدي على العراقيين وكل من يسلب أموالهم وكل من يعتدي على مساجدهم وكل من يعلن صورا أو العبارات هي طائفية طائفية فهذا إرهابي هذا إرهابي عن تحديل الإرهاب نعم يعني لما أجأت هذه صورة هل منطقا غير مناسبة أجأت هل منطقا هل منطقا غير مناسبة أجأت أجأت أقيم شعيرة هي عندها المذهب ومقبولة وإلى المذهب مقبولة المفروض تترك شاعر ديني إلى كارثية ديني فإذا ما دام الطائفية متأصلة وتريد أن تخضع المنطقة لمذهب واحد هذه من الصعب إلا أن يتبه المسلمون أول شيء يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ثم يرجعون إلى وحدتهم وأن يكون الإسلام هو الحكم له أنت تعرف تصريح المالكي صرح من خلال كلامه أفهمنا أنه بس جهة وحدة المسلم بس جانب واحد مسلم بس على مذهب والمسلم والباقون والإسلام المسلم لأنه لماذا كان يقول قادمون يا إسرائيل نعم قادمون إسرائيل لأنه قادمون إلى الطائفين هذا الحوثيون والإمامية والعلوية بعضهم يكفر البعض ولكن تجمعهم هدف واحد وهو عبادة السن يعني هم مختلفين في كل شيء إلا في هذا الهدف إلى درجة التكفير ولكن اجتمعوا على هذا الهدف نعم يعني محللين سياسيين كثر يقولون بأن العراق يتجه نحو تقسيمه إلى ثلاث دويلات لأهل السنة دويلة ولأهل الشيعة وللأكراك نعم هل هذا برأيك سيحصل خلال السروات القادمة والله ما أدري أنا ما أتوقع لكنه لأنه يعني مما يحدث اليوم يعني هذي يسوون مبررات حتى ينتهي العراق من هذه الفتنة بهذا التقسيم تقسيمه إلى ثلاث فدراليات أو كده نعم يا أخي ما دام الدستور هذا الموجود يخول القادل عن الانساء أن يتدخل في الإبطالين إذا ما يسونا شيء نعم يتدخل لحمايته يلك الضحب الحيود يتدخل إذا كان فتنة يسو فتنو دستور هذا هو العوج أعوج وأعرج مفروض به أن يعمل دستور ينسجم عن تظلمات العراقيين كلهم دون تميس نعم العراق لا يهدأ ولا يستقر ولا يعمل إلا أن يكون الشعار العراق دون أي شعارات أخرى خابدل نعم هذا الشعارات وغيرها ونبات الواقع يعني نحن بالنسبة للطم والعشور لكن مكة عرفات كلها تدحويلها مليونين حج وقاعدين قيام كيف أنه كربلا تسع مليونين زائر حتى هذه الألفاظ بها نوع للعراق صحيح نعم قبل نزور عشرة وعشرين ومئة أما غير مليونية يعني مليونين معناتها أولهم ببغدال وانتهم مليونين صحيح كل هذه أنا أعتبر نوع للعراق نعم لكن تقسيم العراق إذا ما حدث يعني هذا من شأن أنه يؤدي للعراق إلى أمه أسوأ إيران إذا ما تريد هدفها أن تهيمن عن المنطقة لا يرقل التقسيم لا يرقل هذا طبعا إحنا مريد نفتت العراق إلى دولات يعني نقسم المقسم أحمل نظرت ولكن إيران تقول لك أنا أسيطر على مصر أسيطر على الأرض نصب على سوريا على السودان كل أسيطر كل تخضع لإيران بسم تصدير التورا نعم يعني تصدير الفكر الصفوي نعم وإلا كل من على مذاوب يتعبد شون يزج المذاهب بالسياسة المذاهب للتعبد صحيح كل اختلاف وصير من حيث اللغة العربية القرآن والسنة باللغة العربية ومن رحمة الله سعى تعالى أنه لم ينزل تفسير تفسير للقرآن الكريم إنما تركه على الفهم اللغوي وكل مقبولة على الاجتهادات ما لم تخالف ظواهر الرسوس نعم فأترك المذاهب كل من تديم بما تبي ها وغير المسلم بإسلامه وأهل الدم أعطاهم الإسلام أيضا حقا في المغطنة ولهم ما لنا وعليهم ما علينا ها لازم أنتجاوز عليهم نعم طيب يعني البعض تساءل يعني لماذا اختارت إيران العراق تحديدا بعد سقوط حكم صدام حسين هل بسبب وجود العدد الأكبر من المكون الشيعي فيها لا كل هذا وهم وصحيح يعني سنة 92% سنة العرب من عدى سنة الأكرد لكنه أنت تعرف هو السد المني عن التقدم من سنوات دار الحرب مع إيران لأنه أرادوا أن يسحف نعم ها وثمان سنوات إلى أنه قمت حميد وقف الحرب ها الهدف ما لهم إذا مون العراق يصير لهم صعبة يروحون إلى المصر ولا السعودية ولا نعم يعني عراق كان هو الحسن المني يجب أن يخترب أولا جبهة العراقية الإيرانية طويلة ها بحيث حتى الكويت لا تحدد الوحر نعم سوريا لا تحدد قد يكون بعض الأطراف لكنه العراق هو الحجر العترة أمام زحف الصفوي نعم يعني لربما البعض يصف إيران بأنها يعني الجار الحقود الأكثر للعراق واللي فعلا هي التي عاثت في العراق فسادة هو شوف تحكي لك إذا نظر يصعود دولة إسلامية بالعكس لكن هم لا يزالون يثأرون لدولة فارس ولذلك أول أبو الحسن بني صدر أول رئيس جمهورية للخوينة صرح قال حدودنا بغداد حدودنا بغداد وطاق سريشد هاي اللغة فارسية أبو الحسن إذا هي دولة إسلامية ما تتكلم منها خلاص تاك عهد انتهى والآن عهد جديد عهد للإسلام يعني هم عندما يتدخلون في بغداد بيعتبروا بغداد هي مدينة من إيران نعم تاب على أولا لقال إحنا حدود بغداد نعم لأنه طاق كسرى ميكر طاق كسرى لكن بعد هذا التحول من الفارسية إلى إسلامية المفروض تغير وجهة نعم يعني حتى مسماها جمهورية إيران الإسلامية هو أيضا شعار كابل يا أخي أهلا يريد يجرع على أرض الواقع نعم الإسلام يرضى من قتل السفك من أبوال بالاعتلاء بالضغط إلا لازم تكون عن المثال دون المثال نعم لازم حرية الرأي حرية حرية بما لا نتجاوز نصوص الكتاب السنة أنا أتحدث بحرية لكن بحدود نعم ما يصير تتجاوز يعني الآن هذه الدماء التسييل وتهدر في سوريا وفي العراق يعني من أدت فئات من الذن الصغار والكبار والنساء والأطفال نعم البيوت التي تهدر من هذه شيء عمرها هذه المظاني هذه الطرق هذه الجسور هذه كلها تخريب هل الإسلام يرضى بها يعني ما أعتقد أنه إذا ما تحرم الطائفية في العراق ويعاد النظر في الدستور وتجري انتخابات حرة ونزيهة وتعداز سكاني لازم بشكل نزيه ما بيضش ولا بي تزور وهل تبقى لإيران الكثير في العراق خاصة إذا نجحت في معركة الموصل فهي ستسيطر على كل أركان الدولة هي ستسيطر حتى بمخص المواطنين حتى الآن يحكو بنا حزب تابع لإيران حزب الدواء حزب تابع لإيران نعم يعني المفروض لن تدقى الأحزاب للدينية والغيرة تكون العراق ضباط وجيش من كل مقأن الفئات ومهنيون موجايين من الشارع وأيضا بغي أن يكون الكفو الرجل المناسب في المكان تمام يعني بلا شك بأننا نعلم بأن التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش والتي تقود أولئة المتحدة هو ينفذ ضربات شبه يومية في الأراضي العراقية كما يقول لضرب تنظيم داعش لكن هذه الضربات أو هذه الطائرات التي تقوم بتنفيذ الضربات البعض يتحدث بأنها تقوم أحيانا بإنزال مساعدات وأسلحة ومواد غذائية لعناصر التنظيم المعادلة أصبحت غريبة يعني كيف نستطيع نوفق بين هذين النقيضين القضاء على التنظيم وعلى الهدف القضاء على السنة وعبالته الكل تشترك بها وإلا بوتن هو الشيعة والسنة بوتن وقال يقصب سوريا وما لا يستفيد من سوريا أي سوريا دولة فقيرة هل يحتاج إلى السلاح هل لمال لا إنما يعرف أنه حلب مدينة العلماء مدينة الأولياء مدينة الأنبياء هل أصلت بإقصطها ها الفلوجة بسموها مدينة المساجد ركزوا عليه ها الرمادي كما قلت لك البزد أيضا لكونه خرج دفعة من العلماء وفي جمعية رابط العلماء كانت تقوم بالوعظ والأفشال والتوزيع الصدقات للفقراء نزلوا إذن هذه هي الطائفية مو إلى نقل السنة وشيعة ومحافظات السنة مو هي طائفية نعم طائفية العملية الفعل هو الواقع لا يحتمل التكديم أما اللفظ خليق وأحد يتكلم وكلامه صحيح صحيح نعم طيب إذا ما انتهت معركة الموصل كيف تتوقع أن يكون الحال والله يعني عندما نسمع تصريحا على سبيل مثال الحكومة العراقية تقول انتهينا من تطهير كما تصف مثلا مدينة الموصل من كل عناصر التنظيم يقول التطهير أشوف بعدين ورجعنا ماذا هي المصداقية انتهت في العراق هذه المشكلة المصداقية انتهت من نصدق هذا الجانب يقول قتلنا كذا وهذا الجانب قتلنا كذا من نصدق الاعلام الآن خادئ وبقسم الاعلام مرتجي أيضا من حواز إلى جهة من قصر على مستوى يعني قبل بدء المعركة عندما يخرج حيدر العبادي رئيس الوزراء ويقول أن معركة الموصل تحتاج إلى أسبوع قليلة بعد بدء المعركة يقول هذه تحتاج إلى أشهر يعني هل فعلا يعني هذا له دور في التمثيل على أهالي الموصل تحديدا أشهر أشهر هذا كله تخدير وكل يجرون العملية هذا كله تخدير والله على بالوقع أشهر لأننا نحن نظن معركة زي على أساس طهر المنطقة الفلانية وطف الحويجة شتالي الحويجة بعد كم منطقة شتالي تفجيرات بتكريت أين التطهير نعم ومع ذلك كل الحالتين ليست بصالح السنة ليست بصالح السنة طيب عندما نسمع على براواقع التواصل الاجتماعي عراقيين تحديدا يتحدثون ويشكرون الحكومة العراقية على ما قامت به من تطهير المدينة وإخراج داعش منها وأن الحياة الآن عادت الطبيعية والأمن موجود ومستتب كيف نستطيع أن نقول أن الحكومة العراقية اليوم هي من تقوم بهذه الفضاء وفي المقابل يكون هناك مواطنين يتحدثون عراقيين تحديدا في نفس المنطقة يتحدثون أن الحياة عادت هذا أحد الثلاث إما أنه يجيبه مليان أو يحافظ على موقعه يحافظ على موقعه كيف سياسي مطرع الاجتماعي خائف من قتل من الاختيال فإذن نريد نلمس على أرض الواقع رجع المهجرون والنازحون وبيته إلى أركان يقول لك نحن الحكم معدة تعليق وين يسكن هذا نحن المفروض إذا يجوى على مكان سواء هو خربها أو بسببه يجب أن يعالج الموضوع الآن الخبز حتى لما رجعوا إلى دماني إلى الفلوجة قوز حصر عليهم نعم 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 يعني الله يجب هل الخير قاعد يمديهم شوية بشي يصير يعني تحديدا بما يخص النازحين شيخنا يعني كان هناك حديث عبر وسائل الإعلام بأن عندما خرج النازحون من الفلوجة تحديدا وحول دخول بغداد كان الدخول عبر الهويات يعني من كان من عشائر السنية لا يسمح له بدخول بغداد هذا الشهد ونجدهم من جسر إلا بكفالة أو بمصارية أو كم بالفعل نعم يا أخي الآن الفساد عم المحكمة التي هي مسيسة تطلع تبرية لكن ما يطلع إلا يبيعون بيتهم ذهبهم ويجمعون مبالغ ومع ذلك بعد البيت نوب هذا على مسمع ومع من السلطات وتعرفهم من هم المفروض إذا كان هذا هم رأيس المزارات رأي يطلع ويطلع بيت يطلع ما دام أنه أما طبعا البقية بالمئة تسعين لعدمهم نتيجة المخبر السرعي وكان هذا إذا جب الموحي ما يقبل الشك والأمور تماما متدهورة وأعتقد بقي هذا الأمر خلص العراق ينتهي قبل يومين تحديدا خرج الناطق باسم قوات الحجد الشعبي يبشر بأنها اقتربت معركة الموصل على الانتهاء ويقول أيضا بأنهم مستعدون للخروج من الموصل مباشرة إلى الرقة لإنهاء التنظيم في سوريا أيضا هل هذا بالفعل ما تريده إيران تحديدا السلقان عراقيون من الحشد قاد رحوا من سوريا واضح يذهبون إيرانيون ومن حشد العراق يذهبون إلى سوريا قدر قال شل بعد أن ينتهي المهركة يعني ياليت إذا كان بصالحنا لكن أنت تجي حرامي بيتي تطلعه وتجيب واحد البوكان ماذا فعلنا؟ شخص الله أنا أريد أنا أجي وأدخل بيتي وأطمئن نعم أما أطلع واحد وتجيب واحد البوكان ماذا فعلنا؟ صحيح نعم 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 أحنا بيه من يقدم الخير للعراق والعراقيين وينشئ ودخده من هذه الهوى التي نزل بها نعم وأصبح الآن بلد نفطي من أغنى من أترة بالدان العربية وأصبح الآن لقمة العيش حسرة على الأبسط واحد في العراق ومقومات رديئة جداً صحيح أو أتكاد لا تذكر عدا عن الأمن الغير الموجود أو الناس أسألهم بس تريد الأمان قالوا يأكل خبزة بس يريد أمان لا أمان ولا غذاء ولا طعام ولا شراب ولا كرباء ولا ماء إلا أنت هذه نعم يعني أليس العراق يكفيه ما يكفيه حتى تخرج الميليشيات وتقول سنحارب أيضاً في سوريا؟ ألا يجب أن ينتهي الوضع الموجود في العراق؟ الناس يقولون أنه أولاً يحاربون لكنه قد يكون جزء سوريا وجزء العراق حتى الكل يروح لسوريا أحد أريد الحشد هل يقاتل لأجل العراق؟ لا لا يقاتل نعم هو قاتل لأجل فئة معي نعم وحزب بغيها والجيش العراقي؟ جيش العراقي يأكل أكثر من السنة ولا من الأكراد أكثر الطائفي نعم 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 طيب تحدثنا كثيراً عن موضوع الطائفية وحال العراق اليوم إذا ردنا نعود بالزمن إلى الوراء هل يستذكر الشيخ فعلاً كيف كان العراق بالأمس عندما كان العراق الدولة العربية ذات الحالة الاقتصادية القوية التي يوجد بها الأمن والأمان التي كانت تخرج العلماء وما إلا ذلك؟ حدثنا أكثر يا أخي هو المقارنة واضحة عشد أكثر من عشر سنوات الحصار لكن الأمن المستتبق والإنسان بابه مفتوح وينام وليه كلمة كما قلت ذكرت عدة مرات ممنوع كلمة سني وشيئي وصابي كلها ممنوع حتى على المنابة ممنوع تتكلوها بالطائفين ممنوع تجيبون طريق مجسنة وشيعة وصابية ونزيدينة نحن نريد عراق موحد بكل المعانين سواء كان موحد في أرضه في سمائه في أشخاصه أو الحائي هذا دار سني هذا شيحي هذا مسيحي نعم أنا كنت أقصد يعني أريد أن تحدثنا عن الحال قبل يعني حال الناس حال الدولة العراقية كيف كانت دولة قوية الجيش العراقي كيف كان من أقوى الجيوش على مستوى الدول العربية الوضع الاقتصادي الذي كان يعني العراق هو من يدين بعض الدول العربية ويقوم بتدريس أبنائها في الجامعات في المجان كحال الأردن مثلا الأردن كان الطالب الأردن يخرج إلى الجامعات العراقية ويدرس في المجان قصة جامعة صدام استقطبت كثير من العالم الإسلامي هي أسست للعالم الإسلامي نعم كم دكتور علم أن أنا كنت أشرف علي أبنك؟ نعم 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 وكانت تعليم مجاني وكان أيضا حتى أنا مصرف الشخصي كانت تعمل لهم صناديق في الجامعة يزودون الساعات كانت مجانة نعم وعشتهم لأجل سكنة وعيشه يساعدون صدق حتى مصرف الشخصي مصرف الشخصي مصرف الشخصي كان يراكيا نعم لكن الآن العراقين في العراق لا يمكن أن يواصل دراسة أو قد يكون صعبة بعسر تلقى دراسة نعم ومستوى العلمي هادت كله أنا ما قد أمدح الآد السابق ولكن انا اقول اختلف الوضع من بعد التسعين من بعد التسعين لا كانت الدولة المعنية لكن مع ذلك اسرائيل هل يرق لهذا يعني كانت العراق او العراق تحديدا كانت يعني شوكة في حلق امريكا واسرائيل وايران والحقيقة هو هذه لانه غل العراق ركز على عادة بيت المقدس وفلسطين وعادة الفلسطينيين وكذا هاي ما ترهمدين نعم 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 نحن بهذا نخلص من هل هذا واسرائيل تستقر وتهلل نعم والتهميش الطائفي لم يكن موجودا بالرغم من ان اهل السنة سواء عربة وكراد كانوا هم الاغنبين انا اقاق على ان الوزراء توازن قوات المستلعب توازن نعم كلها وحتى لما هو حسن انت ليجب من الضباط الكبار من جيش شعبه انه هم بعثيون بعثيون شفيت احنا لا نرضى اي حزب يحكم ولا اي فئة ولا اي حزب ولا اي طائفة نعم العراق العراقيون يحكمون العراق بالاسم العراقي أشخاص أكفاء فقط نعم يعني العراق اليوم إذا ما استمر التهميش الطائفي إلى أين يستمر برأيك خلاص خرب وهذا ما يلمسون أنا أعجب لعنده نبات رئيس الوزراء غيره يحكم ضد الطائفية لكن ما زال حتى اليوم هناك مقدرات وطنية كبيرة في العراق لازم أن تتكلم الطائفية أي أثر من آتاريا نخضع عليه أي عمل طائفي نخضع عليه ومس بس في الكلام يا أيها الذين عملون إذن ما تقولون ما لا تفعلون كبر مخزن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون خلي الوقع يشهد لأن الطائفي يلتهت الوقع ونحن نتكلم بها وما يجري كله على إجراء على مستوى الطائفي نعم كله على مستوى الطائفي نعم يعني التميش الطائفي إذا ما انتهى اليوم في العراق هل يستطيع العراق إعادة بناء نفسه مرة أخرى؟ جانب دون جانب لا لازم كما قلت لك تعديل دستور يعني دستور جديد متعديد استور جديد يضمن حقوق العراقيين والتوازن التوازن السكاني والتوازن في الإدارة والتوازن في القوات المسلحة كلها ضمنها ثانيا أي واحد عليه سمة الفساد ينحى نعم ويعتابل بالكفوئين والمهنيين هم الذين نعذون الدولة والقوات المسلحة تماما طيب يعني هل الشيخ متفائل بمستقبل العراق؟ والله هو الوضع ألمان متفائل ألمان وحبا يعني هل ممكن أن يصبح العراقي العراق؟ يعني هل ممكن أن يصبح تغيير ميقايسي التغيير يعني التغيير للأسوأ؟ بالألفاظ أكو لكن بالواقع ما فيه نعم حتى يعني نسمع من بعض الجهاد عنده كذا مكون فلاني كذا لا واقع له هنا فيه هناك مثل يقول من يوضع بالسلة العنب صحيح نعم أما يقول هذه السلة مليونة العنب يفيد نعم وبعد ذلك مضغ خفي أبسطه على العراقين يعرف حتى الأطفال طيب يعرف أنه لما هو جوعان ويقدر على نفقات الدراسة تماما يعني عندما كنا نتحدث عن الميليشيات كنا نقول هي فئة من الشعب العراقي استغلت من قبل إيران لكن أين الفئات الأخرى من العراقيين هذه فئة لا تمثل سوى اثنين أو ثلاث أو عشر في المئة من الشعب العراقي أين المكونات الشعب العراقي؟ لماذا لا يخرج الشعب على الحكومة الفاسدة التي أفسدت العراق وخربت العراق وأوصلته إلى العراق؟ يعني الآن إذا جاءت تحكمك بالنار والحديد وحدة من النالو تقضى تقضى تضحين تتكلم وماذا ينفعل كلام؟ صارت بظاهرات قمحوه لم يقومه نعم بينما صارت بظاهرات أخرى ما حدثت أرهاب نعم يعني تحديداً ما حدث في المنطقة الخضراء مظاهرات نعم نعم هذه هذه أرهاب وهذه كلام هذه أعمال طائفية يعني وهل الشعب العراقي اليوم استسلم لهذه الأعمال الطائفية؟ برأيك لن يستطيع أن يعمل شيء؟ الشعب العراقي أصبع الآن أسير هذا يعمل الشعب العراقي من أفواد سدد كومند والتي يتكلم لا يعرف مصيره هم يقولون يحضى على قبر لا بأس ما يرى أين وصيره وصيره إذا تكلم هذه لازم تبدأ من القمة وتبدأ تطهير أينها؟ هذا الشعب مسكين لا حوله ولا قوة له فالمفروض من ولاه الضرب والسلطة عليه أن يرحم بهم وأن يرائعهم لأنه هذا ما لكلكم رائع وكلكم مسؤول عن رائع ومع ذلك لا يمكن أن يحققه حتى نغذي الله سبحانه وتعالى لأن الله إذا غضب علينا بما كانوا يفعلوا بما كانوا يعملوا بما كانوا يصنعوا بالآيات كلها فتوجه روحي لو أثر أنه لازم نطبق الإسلام في بيتنا وفي حوائلنا حتى يطبق في المنطقة وفي الحارة وفي البيت عند ذلك نكون أخوة احنا من التجاهات من نشاربها يربطني معك قد يكون أنت بالقبينة والنقبينة أنا باللا أنا عراق والتغراق هل أنت متفائل بقيادات جديدة ممكن أن تخرج والله منهم ظهروا ودخلوا بحياة سياسية تبين لا فائدة المراء هذا من العلم الغيب لا أعلم الله تماما ماذا تقول في النهاية شيخنا تحديدا بما يخص وضع العراق العراق اليوم في حالة سيئة وأنت كنت قبل قليل كما قلت غير متفائل بما سيحدث العراق إلى الأيام القادمة هذا اللي ربما يعني أن العراق سيحدث سوءا إذا ما سيحدث فإن أخذت خطوات إيجابية تحدث بين الجميع وأن يكون الألفاظ هي فقط أن يكون الواقع يشهد يعني إذا قلت هاي الغرفة مليانة ذهب ويا فاطئة نعم كلامي شرمي شي فيد هسا هذي مليانة رجال ها وصعي فالمفروض أن يبدأوا بالفعل قبل القول ولا حاجة لنا بالقول فعل نعم رب أن يقدم فعلا للعراق ونشاهد عند ذلك لدى فائل نعم يعني بكلمة أخيرة ماذا تقول الشيخ عبد الملك ماذا أقول أقول يعني أرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأعطوهوا إلى الله واستنبوا المنكرات وأعودوا إلى وحدتكم إلى أخوتكم إلى حسن الجوار ها وتركوا الطائفية وتركوا المذهبية وتركوا الفئوية والعنصرية ها والقومية كلها وصبوا من عراق حتى يجمع من الكل العراق وعند ذلك يمكن إعادة النظر في الناحية الاقتصادية والسكرية والاجتماعية بعد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي عضو الهيئة العالمية للعلماء المسلمين التابعة لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة شكرا لكم مشاهدين كرام على طيب وكرم المتابعة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل إلى اللقاء شكرا لكم